والدنيا دي رغم اللي ما فيها مليانة كنوز لكن مش ممكن تلاقيها من غير ما تعوز عندنا في كنوز بناء العيلة النهاردة يا احمد مشكلة الخوف من الجواز وغير ان انا شفتها في المجتمع وعندي قصص كتير قريت المصطلح ده جديد علي اسمه جاموفوبيا الخوف او الرهاب من الزواج قريته في ريسيرتش كده كنت بقرأ وانا بقرأ عمالة استحضر قدامي البنات في سن الجواز مش اي موانع جهزة للجواز وشباب في سن الجواز عنده القدرة المالية وخايفين خايف من حاجة في غريزة البني ادم الجواز في رغبة البني ادم انه لقي الونس ويعيش قصة حب بحس ان الشيطان نجح بجد انه يقعد في طريقنا ربنا يوم قال لربنا فبما اغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم لان بجد الجواز بيساعد البني ادم السوي بيساعد البني ادم السوي ان حياته بجد كلها تبقى طاعة بيسعى على اكرام انسانة عايشة معاه بيضت ربي العيال بيشتغل ويكون نفسه في موضوع طب انا مش قادر ما عنديش قدرة ان انا تجوز خلاص ربنا يعينك لغاية لكن اللي عنده القدرة وعنده خوف من الجواز نفسيا بقى الخوف ده جاي منين شخص في سن الجواز وخاف الجواز عايز اشوفها على كاميرتين كاميرا زوم كلوز اوب كده على الشخص سواء الراجل والست او الشابة او الشابة وعايز ازوم اوت كده على المجتمع والسوشل دي كونستراكت اللي حصل او التفكك الاجتماعي اللي حصل بوعي او بدون وعي بسبب تغير الثقافة الجامعية تجاه الجواز واهميته وزي ما بيقولوا فيه الحضارات او الثقافات فيه منها اللي هي الثقافة الجامعية والفردية الغرب ناحية الثقافة الفردية والشرق الاقصى ناحية الثقافة الجامعية يعني تلاقي الموضوع في الصين واليابان ما اختلفش قوي او بالذات تحديدا في الصين لسه الجواز موجود وقيم الاسرة موجودة او الترابط الاسري فاحنا اتأثرنا بشكل جامعي من الحضارة الغربية في حتة الفردية والبحث عن الذات واحتياجات الذات بغض النظر بقى عن الاسرة والكلام ده كله لو عملت زوم ان على الفرد على الرجالة فيه خوف من فقد السيطرة والحردية وخوف من الالتزام الجواز بقى ياخد شكل الالتزام عندهم من هما يبقوا مسؤولين عن حاجات معانا هيفقدوا قدر كبير اوي من حريتهم وحبهم للسيطرة على مقاليد امورهم وعلى روتين حياتهم وعلى جدولهم اليومي وحط على كده الطموح الكبير اوي لموجه ناحية تحقيق الذات من خلال المهنة او البزنس او الشكلة وكأن الجواز هيعطل المسيرة دي انا مش فاضي للكلام ده انا عايز اركز في الموضوع ده زائد طبعا ان بقى فيه قدر من الاباحية وبقى اللي ممكن ياخده من غير جواز ممكن ياخده في صورة صدقات مؤقتة ممكن يجرب لو الدنيا ما نفعتش عنده اجزت او خروق سهل ناحية الست بتصور عدم ثقة فانا بسميهم حاجة اسمها البوي سايكولوجي في حاجة اسمها سايكولوجية الولد والرجل وان اغلب الرجال النهاردة لم يؤهلوا اغلبهم عندهم عقلية ولاد مش عايزين يتحملوا مسئولية وبالتالي الست مش حاسن هي في امان مع الولد ده الولد مش الراجل ده تمام وخايفة جرح وخايفة احط استثمار جامد قوي في حياتي مع الشخص ده وانا مش في امان مش مطمني مش مستقر لا نفسيا ولا دهنيا ومش مركز خايفة منه زائد طبعا ان في ستات كتيرة اصبحت النهاردة عندها طموح برضو طموح مهني واستقلالية نفس زي قصة الراجل بقى فيه نوع من القرب في العقلية قوي في الحتة دي هل فيه طريق تربية في البيوت بتخوف من الجواز يطلع الاولاد والبنات يكبروا مشروع الجوازة بالنسبة لهم مخيفة الواوي يعني ردي لازم يبقى ردي مركب بس انا عارف ان الوقت مش متاح للردود المركبة ولكن هي حلقة فيش السايكل زي انا بقوله حلقة مفرغة بمعنى ان نسب الطلاق تزيد وخد بالك طالما نسب الطلاق النهاردة زي ده يبقى مقدمات الطلاق كانت موجودة بقالها فترة فيه ناس بتطلق داخل المنازل وهي لسه متجوزة فالولاد بيشوفوا كلام ده كله كلام ده بيتغذف اللاعي عندهم فشايفين انا مش عايز من ده انا مش عايز الايشة دي ليه وزمان كان ممكن تلاقي فيه خناقات بس فيه استقرار وكانه جزء من العلاقة الزوجية النهاردة التخرج بقى سهل قوي فالولاد شايفين ده زائد ان الثقافة نفسها ما بقتش موجهة نحو التكوين للأسرة بقت موجهة نحو التفوق المهن اغلب الاهل المركزين في التعليم طبعا ودي حاجة مهمة جدا وبعد كده بقى في الشغل والنجاح في الشغل فبقت الثقافة الجامعية مش مقاهلة لده ده فكرة الجواز بدري وان احنا من نساعد على اعرف انت الكلام اللي احنا بنتدايق منه بيناربز ومش حنفرح بيك مش حنفرح بيك الكلام ده شي بيبقى ينقرط وبقى دروقتي النهاردة بيتاخد بمحمد ده بيدل على تغير في الثقافة الجامعية والنهاردة وستات كتير اعرفك كانت بتسعى للجواز لتجني الحرية بتجوزها اكتر من في بيت ابوها النهاردة الحرية دي موجودة من غير ما تتجوز طيب الجوار وهاب الجواز ده الجاموفوبيا ده لو واقف قدامك دلوقتي تدينه مثلا نصيحة اثنين تلاتة للي خايف من جوازه سواء كان راجل او ست صعب هاوي يعني الجاموفوبيا دي بتبقى شبه عقدة محتاجة تتكسر يعني محتاج ان انت تبريك السابورت سيستم اللي مقومة الاسباب اللي مقومة الرهاب ده يعني وكأن الرهاب ده قيم على قواعد معينة القواعد دي محتاجة تتكسر واحد وراء اثنين انا مش عايزة تجوز عشان ما يجرحش انا مش عايزة تجوز عشان خايفة يبعى عندي اثنان مش عايزة ولادي يعملوا فييا كذا 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 انا مش عايزة تجوز عشان خايفة تخان ويحصدي كذا 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 فكل ده طبعا بتبقى تكهنات أحيانا بيبقى ليها أصل معتبر يجب التعامل معاه والمحاكاته وحله وأحيانا بيبقى طبعا مجرد هواجس فمحاجات تكسر نخش في الأسباب ما نتكلمش بموضوع بشكل كلي بس احنا بديكلم على مشكلة مركبة طبعا مشكلة مركبة وممتدة وكل الأرقام بتقول أن فيه أنا بقول فيه تفكك أسري لأن حصل هزة كبيرة قوي في ترتيب القيام والمهم في الأهم طيب الخوف من الالتزام كما دي باسمعها من رجالة كتير أو باسمعها من ستات بتقول أنه هو مرضيش يتقدمني عشان عنده خوف من الالتزام مش لوحد راجل واقف قدامك وبيشتغل وبيكسب بتقوله إيه على حكاية الفيروف كوميتمنت حس كده عايزة أقوله مش عايزة أقول كلام يعني فيه متجنية بس أنت ما تستهلش توقع نفسك كده أنه خايف من الالتزام الالتزام سلاش الحرية فقد الحرية الالتزام يعني عنده فقد الحرية وده مش مصبوط يعني ده يعني الجملة دي فيها خلل فأنت مش معنك أنه انتزمت أنك هتفقد حريتك فيتم التفاوض وده زي ما بيقوله تصميم تحالف الديزاينج ألاينس اللي بيحصل في الخطوبة ده تكلم عبر فيه عن مخاوفه أنا خايف أنه لما يحصل كذا أنت إيه رأيك لو كذا فأنا ينفع يعمل كذا اتكلم في الموضوع بدل ما تاخده بشكل عام وعدين زي ما بيقوله كده يعني ليه إحنا النهاردة بنعمم أن الستات كل يوم زي بعض أو رجالة كل يوم زي بعض لا طبعا فيه فيه توافق عشان كده أحيانا أحيانا المشاعر لما بتتحرك بتخلي الأمور اللي أنا حاطتها دي أنا عايز أقولك الفيروف كوميتمنت ده بيبقى أحيانا بيخلي راجل يه أصلا يبعد عن الست ممكن يحبه تبه يحاول يضرق من الأول خالص أول ما بيبتدي يحب القلب بيلين العقل الفكرة الناشفة يعني الجواز ده أنا بشوف أنه من أكبر الطاعات لو الواحد قادر عليها أن يقدم بها على ربنا سبحانه وتعالى إكرام روح تعيش معاك وإكرام ولاد أنت هتخلفهم وشغل العمر إفناء العمر تحمل مسؤولية نفسي وبيتي وولادي تصورا ده يعني جزء كبير من والرفقة رفيقي يعني عندي رفيقة إحنا إحنا يعني الإنسان قبائلي مش معمول ولا معجون على العزلة لو تعزل يموت ربنا يزوج كل عازب وعازبة ويبارك في بيوتنا ويوسع في رزقنا إن شاء الله